بالنسبة للطروحات انا بأكد لحضرتك ان احنا مع مرور الوقت احنا الحمد لله فيما يخص مستهدفات تحقيق جذب الاستثمارات والطروحات احنا ماشيين بصورة جيدة جدا ويمكن النقطة اللي قالها الصندوق النقد وانا بقولها بمنتهى الشفافية في التقرير التالت بتاعه هو تساءل هل الدولة المصرية هتظل مستمرة في جديتها في موضوع هذا الموضوع وحتاخد الخطوات بالرغم من حالة عدم اليقين وحالة الاضطراب اللي موجودة النهاردة في الاسواق العالمية كلها اللي انا بأكد عليه احنا مستمرين في هذا الموضوع وده سياسة سابتة للحكومة ولكن اللي بيحصل وده اللي انا يمكن قلته المرة اللي فاتت ان احنا كنا اعلننا عن عدد من الصفقات بعينها من اكتر من سنة نتيجة للظروف العالمية واللي حصلت ابتدى يحصل اعادة ترتيب للأولويات وبرضو اخراج بعض ان الحاجات اللي احنا شايفينها مش وقت مناسب الفترة دي ان انا اطرحها وادخل حاجات اخرى وده هنعلنه قريبا ان شاء الله في خلال الفترة الجاية لان اذكر حضراتكم الموضوع انا مش ببيع اصول انا بعظم استفادة من اصول الدولة وبالتالي التوقيت المناسب ده بيبقى شيء مهم اوي والمفروض ان انا ازاي احصل على افضل سعر للدولة في هذا الشأن وبالتالي مفيش اي شيء يمنع ان انا اكون اعلنت عن حاجة ان انا حابد اطرحها واجي النهاردة وقول لا ده مش وقت مناسب على الاطلاق ان انا اطرحها وبالتالي انا ببرجئ هذا الموضوع وبدخل مجموعة من الاصول الاخرى وده احنا فعلا في هذه المرحلة بنعيد ترتيب هذا الموضوع وحنعلن عنه في خلال الفترة القادمة باذن الله الجزء اللي حضراتكم يمكن قلتوه الترتيب والتنسيق مع المجلس الاعلى او المجلس السياسات التنسيق للسياسات النقدية والمالية الحقيقة الحمد لله اعتقد بالنسبة للسياسة النقدية البنك المركزي ويمكن مش المفروض ان انا اتكلم عليها بالتفصيل ولكن البنك المركزي الحقيقة بينفذ بنجاح شديد جدا السياسة النقدية فيما يخص الاستهداف التضخم احنا اللي يعنينا هو استهداف التضخم لانه ده اهم حاجة بالنسبة يوم ما التضخم ينزل ويرنزل لارقام كبيرة جدا الاقتصاد المصري وكل الضغوط اللي موجودة النهاردة هتبدأ انها يحصل لها انفراجة كبيرة جدا يعني النهاردة نتيجة لارتفاع سعر الفايدة والتضخم النهاردة جزء من مخصصات الموازنة ليس بالقليل رايح لخدمة الدين وخدمة الفوايد بمجرد ما حينزل هذه الارقام لارقام قليلة جدا هيبقى عندي المساحة كدولة ان انا اوجه الارقام دي لاستثمارات والمشروعات كبيرة الدولة النهاردة محتاجاها وبالذات فيما يخص سواء كانت حماية اجتماعية او اكمال مشروعات تنموية وبالذات في مشروعات لها بعد اجتماعي وبعد شعبي للمواطن المصري فبالتأكيد السياسة بيحصل انا عايز اقول لحضرتك تنسيقات على مدار اليوم لا ابالغ يعني على طول فيه تواصل يومي وفيه اجتماعات اسبوعية مع السيد المحافظ والسيد وزير المالية وكل المجموع الاقتصادية واجتماع كل اسبوعين سواء المجموع الاقتصادية او المجلس السياسات التنسيقية المجلس التنسيق للسياسات النقدية والمالية زي ما قلت في بداية كلمتي هيبقى الاجبوع القادم او اللي بعده على الاكثر هيشهد اعلان عن حزمة فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية عشان يبقى كله بنربطه مع الموضوع اللي يخص النهاردة اللي بنعلنه للسياسات المالية ويبان انها حجم من الحزم المتكملة اللي بنشتغل فيها كدولة مع بعضنا البعض